خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبياً واقفاً يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصابي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النابي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزاوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير آبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عارياً جائعاً حزيناً ذليلاً فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكي فقال له النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أباً وعائشة أماً وفاطمة أختان وعلي عاماً وعلي عاماً والحسن والحسين وفاطمة أختان وعلي عاماً وأخذي ورحمان وفاطمة أختان وفاطمة أختان يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره فأطعمه وألبسه لباس العين فخرج الصبيل يلعب مع السبيان فقال له السبيان كنت واقفاً بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن فقال لهم كنت جائعاً فشابعت وكنت عارياً فكوسيت وكنت بغير آبه فأصبح رسول الله يا أبي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين وإخواتي فقال له السبيان يا ليلة أباءنا ماتوا في أحد الغزوات مع رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة